في اقرى الخبر امبارح بالليل الفريق الاول لكرة القدم بقيادة الفرانسي باتريس كارتيرون انتظم في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة المقولين العرب بكرة يوم الثلاث في الجولة السبعة لمسبقة الدوري الممتاز خاض الفريق امبارح التدريبات الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلا بمقر النازي وبعدها دخل الفريق المعسكر طبعا دون ان يعلم كارتيرون عن قيمة الفريق لمواجهة المقولين النهاردة بإذن الله الفريق هيختتم تدريباته على احد الملاعب القريبة من منذ المعسكر المغلق بالقاهرة استعدادا لمواجهة المقولين العرب المقرر لها بكرة بإذن الله كرر الفرنسي الدخول في معسكر مبكر وخوض المراني الختامي خارج النادي لزيادة التركيز بشكل قوي قبل اللقاء على العيبة خاصة ان المواجهة جاية بعد توقف طويل للمسابقة بسبب بطولة كاس العرب الأخيرة اللي أقيمت في قطر منحة الفرنسي باتريس كاسرون المدير الفني للفريق راحة لكل من أحمد أبو الفتوح محمود حمز الوينش سيف الدين الجزيري طبعا لعيبة الفريق طبعا من تواجدهم والمشاركة في لقاء المؤولين العرب المقرر لها بكرة طبعا في الدولي ده جي بسبب اعطاءهم قصد كافي من الراحة خصوصا ان هم لسه راجعين مبارح للقاهرة بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم سواء طبعا منتخبنا الوطني المصري أو منتخب تونس بكاس العرب الأخيرة طبعا في قطر واللي نهايها سيف الدين الجزيري كهداف للبطولة برصيد أربع أهداف التونسي حمزة المثلوسي الظهير الأيمن للفريق هيتواجد في اللقاء القادم أمام المؤولين العرب المقرر لها بكرة ان شاء الله وده عقب عودته لقاهرة والانتظام في تدريبات الفريق كمان قرر الفرنسي ضم لقيمة اللقاء على الرغم من تواجده مع المنتخب التونسي في البطولة الأخيرة لكاس العرب بقطر ولكنه لأنه لم يشارك غير فيه لقاء واحد وأصيب بعدها بكورونا ولما يشارك بعد التعافي بشكل أساسي فبالتالي جاء القرار بضمه لماتش بكرة في ظل جهازيته وعدم شكواه من الإجهد الجهاز الفني للفريق طبعا بقيادة باتريس كارتيرون كان حريص على أن هو يخفف الحمل التدريبي للفريق خلال ميران مبارح اللقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلا جات التمرينات خفيفة طبعا سواء داخل الجام أو بالملعب كمان من المقرر أن يستمر الجهاز الفني في تخفيف الحمل البدني على اللعيبة خلال الميران الختامي النهاردة طبعا ده عشان اللعيبة مستعرضش للإجهاد وخصوصا أن هم هيكونوا في مواجهة بكرة أمام المؤولين العرب في الدولي طبعا كل تمانياتنا ليهم بالتوفيق في المباراة القادمة